اهلا بكم قالت مجلة تيكونوميست البريطانية ذاعة الصيد ان العراق الحالي هو ارض للعصابات كما انه يعيش مسرحية الديمقراطية رغم وجود هيئة للنزاهة ومجلس القضاء الاعلى ومجلس النوام واضافت المجلة البريطانية في تحقيق استقصائي ان هؤلاء الذين يتقاتلون او يقاتلون بعضهم البعض الاخر في العلن في اشارة الى زعماء الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة انما يعملون سوية لاثراء انفسهم على حساب المال العام في العراق وان العراق قد تحول الى موطئ قدم للميليشيات قدم للميليشيات التي لكل منها جناح سياسي وامبراطورية تجارية تفرض نفوذها على كل المباصل الحكومية في العراق وان الموظفين الحكوميين الذين لا يمكن شراء ذممهم يكونون عرضة للتهديد والقتل والمطاردة والتغييف وذكر التقرير تقرير الايكونوميست بما بات او ذكر بما بات يعرض بسرقة القرن التي سرق فيها ملياران ونصف المليار دولار نقلت في شاحنات في وضح النهار وتمت الموافقة على السحب من قبل كبار المسؤولين الحكوميين في الحكومة او في العراق التقرير الاستقصائي لمجلة ايكونوميست البريطانية عن تحول العراق الى ارض للعصابات والمافيات ومسرحية الديمقراطية المستمرة منذ عشرين عاما هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما حقيقة الصراع المحتدم بين زعماء الميليشيات وفرق الموت الخاصة الذين يهيمنون على العراق وينهبون امواله منذ عشرين عاما ولماذا اعتبرت مجلة ايكونوميست البريطانية ان الذي يجري في العراق هو مسرحية وليس نظاما ديمقراطيا حقيقيا وكيف حول الاحتلال الامريكي الايراني المزدوج العراق بعد العام 2003 الى ارض تعيث فيها العصابات والمافيات وتجار البشر وكيف استطاعت الميليشيات المسلحة واجنحتها السياسية من اقامة الامبراطوريات التجارية والمالية وفرض سطوتها على جميع المفاصل الحكومية في العراق الجديد ضيفات طاولة رافع الفلاحي هبى الفداء التوافق الوحيد الذي يجمع الاحزاب وميليشياتها منذ ان سيطرت على العراق بدعم امريكي ايراني هو اجتماعها بهدف تدمير العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وتغيير تركيبته السكانية ونهب ثرواته وما عدا ذلك هم مختلفون في تقاسم الغنائم وتوزيع السلطات ويصل هذا الاختلاف بينهم الى حد التناحر بالسلاح لو لا تدخل الدول الراعية لمشروعهم في منع سقوط العملية السياسية مجلة الايكونوميست في تحقيق استقصائي لها رصدت الحراك السياسي والصراع الميليشيوي وخصوصا في السنوات الاخيرة حيث اصبح هذا الصراع علنيا ومكشوفا تؤكد المجلة ان كل شعارات الاصلاح ومكافحة الفساد التي رفعتها الحكومات المتعاقبة تدخل في اطار تصفية الحسابات بين هذه الاحزاب ورغبة كل منها في تصدر الموقف والاستحواذ على مقدرات البلاد وتضرب الصحيفة مثالا على سرقة القرن التي شاركت بها سبعة جهات من مختلف الاطياف ولذلك تم تميع قضيتها وعدم الذهاب بعيدا في التحقيق لانه سيفتح الباب امام جريمة مالية منظمة لا تستثني احدا من عواقبها ولا يقتصر الامر على سرقة القرن بل يتعداه الى مئات ملفات الفساد المالي التي جرت في مختلف الحكومات ونتج عنها تهريب مليارات الدولارات الى الخارج ونشوء امبراطوريات مالية لقادة الاحزاب وزعماء الميليشيات وفي ظل هذه الشراكة الجماعية بصفقات الفساد فلا يمكن لأي حكومة ان تفتح ملف الفساد بشكل كامل لان كل طرف يملك اوراق فضائح مالية على الطرف الاخر فيسير الجميع على مبدأ اصمت عن جريمتي لاصمت عن جريمتك وبحسب ما وصلت اليه الايكونوميست فلا يوجد مسؤول يده نظيفة في العملية السياسية لان الداخل فيها اما ان يشارك في الفساد او يصمت على السرقة الممنهجة للمال العام تحت التهديد بالقتل والتصفية امام هذا الواقع فان كل عام يمر على العراقيين في ظل حكم الميليشيات يعني مزيدا من نهب ثروات البلاد ومزيدا من التدهور الخدمي والمجتمعي حتى ان اثار العملية السياسية في حال تغييرها ستمتد الى سنوات طويلة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستناقش التقرير الاستقصائي لمجلة ايكونوميست البريطانية عن العراق وكيف تحول الى ارض للعصابات والميليشيات وان نظام الحكم وفق الايكونوميست الموجود في العراق انما هو مسرحية وليس ديمقراطية حقيقية ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وستكون معنا عبر سكايب من العاصمة الامريكية واشنطن الاستاذة هيب الفدعم الباحث في قضايا الشرق الاوسط اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين هياكم الله دكتور تقرير الايكونوميست تقرير استقصائي واسع عن العراق تحدث او خلصة الى ان العراق تحول الى ارض العصابات والميليشيات وان الموجود في العراق الحقيقة مسرحية للديمقراطية وليس ديمقراطية حقيقية العراق تعيث فيه الميليشيات وفرق الموت والمافيات والتجارة البشر وغيرها كشف جديدا ام ذكر بواقع ربما الواقع اكثر مرارا من هذا الواقع اللي تحدث عننا الان بسم الله الرحمن الرحيم سأل ماجد وحييك وحيي ضيفتك هلو سأل استاذ هبه الحقيقة عندما تكتب مجلة او صحيفة مثل ايكونوميست البريطانية اللي عمرها يتجاوز اكثر من قرنه نصف 1845 اعتقد بدأت العدد الاول منها وهي بريطانية ومعروفة جدا معروفة بالعالم عندما تكتب مثل هذا البحث يعني ربما مثل ما قلت انت لا يضيف شيئا جديدا لا نعرفه نحن اهل العراق ونعرف كل هذه القضايا واهل مكة ادرابي شعابها مثل ما يقال لكن ان تكتبه صحيفة بريطانية شاركت بريطانيا شاركت بلدها باحتلال العراق وتدميرها واصاله الى هذا المستوى بهذه الطريقة هذه اولا اعتراف بان هذا المشروع مشروع فاسد ومشروع مخرب ومدمر للعراق وهذه نتائجه هذه المدخلات وهذه المخرجات هذه القوى وهذا النظام وهذه السلطة التي يعني موضوع لحكمه وعموما اريد ان اقول انه اي سلطة سياسية في العالم اي سلطة اي منظومة حكم في العالم في اي بلد من العالم تحتاج الى ربما اربع محاور اساسية اول نظام سياسي وطني ونزيه وكفوء ولا يميز بين فئة واخرى وله قدرات على خدمة الاخرين يحتاج الى قوانين واضحة مكتوبة بشكل واضح تخدم الجميع لا تميز بين فئة واخرى تاج الى سلطة قضائية نزيهة وكفوء ولا تميز بين الاخرين وتستطيع ان تخدم الكل بالقوانين ولا تتجاوز على القانون ونحتاج الى سلطة الضبط وسلطة التنفيذ سلطة تنفيذية تنفذ كل هذه القوانين وتكون كفوءة تكون مهنية ونزيهة وغير منحازة ومتحزبة هذا كل الان في تحقيق هذا الايكونوميزت تقول غير موجود بالعراق لانه السلطة فاسدة لذلك يتحدث مثل ما حضرتك ذكرت والتقرير اللي ذكر عن الديمقراطية الديمقراطية كذبة كبيرة في العراق ومسرحية هزيلة لانه الديمقراطية والفساد لا يتساوى سنة الحالة دكتورة سمحت عن قضية الديمقراطية ولماذا هي مسرحية وليست نظاما ديمقراطيا حقيقيا مساء الخير ستحبه أهلا وسهلا مساء الخير استاذ ماجد تحية طيبة لحضرتك وتحية طيبة لضيفك الكريم الدكتور رافع وتحية طيبة لجميع المشاهدين الكرام أهلا وسهلا ذكر الدكتور رافع ان هذا التقرير يعني واحدة من ميزاته انه يأتي من بريطانيا وهي الدولة الثانية التي شاركت في غزو واحتلال وتدمير العراق وإيصالة الى هذه النتيجة التي خلص اليها التقرير الاستقصائي لمجلة ايكونوميست العريقة وذاعة الصيد هل تعتقدين ان من شارك في الغزو الامريكي نتحدث عن مراكز الابحاث والنشريات والدوريات الآن اكتشفوا ان هناك خطأ كبيرا وان العراق تحول الى ارض العصابات والمافيات والميليشيات اكتشفوا هذه الحقيقة الآن ام ان هذه الحقيقة خطط لها منذ البداية هذا النموذج الذي اريد ام ان هذا النموذج انحرف عن مساره ووصل الى هذه النتيجة استاذ ماجد احنا دائما اذكر انا هذه النقطة ذكرتها اكثر من مرة في لقائي معكم هنا في قناة رافدين ومع حضرتك الاحتلال اللي كان سنة 2003 هذه وكانت المخرجات التي كان يراد منها ان يكون العراق بهذا الشكل كان هناك ترويج لازاحة للنظام العراقي السابق جرب الديمقراطية انه العراقيين يتمتعون بحرية والشعب العراقي كان يعاني ويجب ان يتم تحرير الشعب العراقي لكن هذا كل مجرد كلمات وعبارات وهتافات كانت يتم الترويج لها الحقيقة اللي لمسناها حاليا انه ما حصل 2003 كان يراد منه المخرجات التي نعيشها الان النتائج اللي الان العراق يعيشها حاليا من فساد اداري من كون العراق ساحة مفتوحة لتطبيق اجندات دولية واجندات اقليمية ايضا فما قالته انه مجلة الايكونوميست هو لم يكن شيء جديد او انه هي لا تعرف بهذا الشيء لكن الان اصبح واضح وجلي يعني انه هذه مراكز البحوث وكل المجلات اللي تكتب التقارير واضح وجلي ايضا انه هو هذا الوقع هو اللي يعيشها العراق الان يعني هو هذا وضع العراق الان العراق الان ساحة مفتوحة لتطبيق كل انواع الاجندات الخارجية انتقلنا من مرحلة الدولة الى مرحلة اللا دولة وانا اود ان اسميها مرحلة الفوضى لانه لا توجد هناك سلطة فعلية في العراق تمارس من قبل الحكومة اللي موجودة حاليا السلطة ممنوحة لميليشيات ولفرق موت ولقوى داخلية مرتبطة بقوى اقليمية مرتبطة بقوى دولية مرتبطة بقوى جاءت بهم الى الواقع السياسي الان في العراق بل وضع العراقي الان هو بعيدا عن مسار الديمقراطية احنا بعيدين جدا جدا عن الحديث عن الديمقراطية احنا نتحدث الان عن فوضى عارمة تهز العراق العراق ملامح العراق كدولة ملامح بايع ما موجودة يعني الفوضى على جميع المستويات على المستوى السياسي على المستوى المالي على المستوى الإداري على المستوى القضائي على المستوى الاجتماعي على المستوى التعليمي فأي دولة ممكن أن يعني تعاني أو تعيش مثل هكذا وضع كيف ممكن أن نسميها ما هو المسمى الحقيقة اللي مثل هكذا واقع نعم أشكر دكتور الحقيقة يعني مراكز بحوث نشريات دورية صحافة كان لها دورها في عملية الشيطنة وتزييف حقائق ما قبل عام 2003 والتحريض أيضا وتهيئت رأي عام للغزو والاحتلال وما إلى ذلك الآن عادت وتتحدث عن الكارثة والخطيئة الكبرى التي أسست بعد أو على في عقاب الغزو الأمريكي للعراق تعتقد أنه الآن هذه مثل هذه الدوريات تريد تقديم مثل هذه التقارير إبراء للذمة والتنصل من مسؤولية المشاركة في هذا الواقع الذي وصل إليه العراق أم ربما هناك تشخيص لهذه الحالة وهو مرحلة تمهيدية وتوطئة ربما لرؤية علاج في المستقبل يعني لن نكون يعني لن أستاذ ماجل حتى لا نخدع على آخرين نعم ونقول أنه هذه الكتابات أو هذه البحوث التي تصدر الآن هي تمهيد لتغيير ممعين سيساهم به الخارج الغرب ما أذكر أمريكا بريطانيا في الاعتذار عن ما ارتكبوه هم أساسا مثل ما قالت الأستاذة هباق قبل قليل يعني هم أردت أن تقوله أنه هذا الذي حصل لم يكن خطأ خلينا قاطعك دكتور بعاجلك بالمقاطع تعرض دكتور هذه المراكز الرصينة ومراكز البحوث والنشريات والدوريات عندما تكتب لا تكتب بطريقة عبثية أو عدمية طبعا هذا يستند إلها وتساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات معينة يخرج مثل هذا التقريب السخصائي من الإيكونوميست هل تعتقد أنه سيكون يعني صرخة في الوادي أو في الهواء من دون ربما ضوء أخضر طلب مساعدة لصانع قرار البريطاني مثلا سأقول لك نعم يعني هذه وسائل الإعلام مراكز الدراسات في أوروبا في الدول الغربية المتقدمة وحتى في أمريكا هذه جزء من السلطة لا تنفصل عن السلطة يعني عندما تنظر إلى السلطة بشكل كامل ستنظر داخل هذه السلطة هناك مراكز إعلامية ومراكز دراسات هي جزء من السلطة جزء من اتخاذ القرار جزء من تكوين الترتيبات أو نقاط الوصول إلى القرار هي جزء أساسي من القرار نعم هذا واحد عندما اتخذ قرار الحرب ضد العراق واحتلال العراق كانت هذه الإيكونوميست وغيرها ومراكز الدراسات في أمريكا في الغرب كانت جزء من هذا جزء من التحشيد جزء من التبرير جزء من الترويج لهذا الاحتلال كونه عملا جبارا وإنسانيا وإخلاقيا وأمنيا هذا الكلام الآن بعد عشرين سنة من هذا الذي يحدث نرى في أمريكا الآن كثير من الدبلوماسيين كثير من السياسيين وكثير من مراكز الدراسات في بريطانيا نرى يتحدثون بطريقة أخرى نستغرب هل هذا حديث جديد هل هذا يدل على أنهم يتخذون يفكرون في تغيير معين موقف معين أبدا يريدون أن يقولوا أن ما حصل هذا يعني هو مو خطأ احنا ارتكبنا هذا اللي ارتكبنا لكن من جاءوا للعراق لم يستطيعوا أن يفهموا هذا السيستم اللي وضعناه وهؤلاء مجموعة من السراق والميليشيات والقتل واستباحوا كل شيء وعلى العراقين أن يعالجوا هذا الموضوع بالإصلاحات بهذا الشكل أما الاحتلال لا أحد يقول لك أنه الاحتلال كان خطأ وإحنا ارتكبنا خطأ كبير لأنه الاعتراف بهذا الموضوع من قبل الحكومات هذا يستوجب قضايا كثيرة يستوجب يعني يفرض عليهم قضايا كثيرة وأولها أن الشعب العراقي يستطيع أن يطالب الآن بتعويضات كبيرة إذا ما اعترفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا بارتكاب هذا لذلك ما يتحدثون المخابرات ظللتنا مثل ما يتحدث بلير المخابرات قالت كذا لا يقول إحنا ارتكبنا لكن يقول إحنا نزلنا نظام يجب كان أن يزال هكذا هكذا لكن في كل الأحوال عندما تضع كل هذه الأقوال مالتهم بالدراسات ستجد أنهم يريدون أن يقولوا أنه هذه بعد عشرين سنة لأن الصورة الآن في العراق لا يمكن السكوت عنها يعني لا يستطيعون أن يقولوا أن الوضع في العراق وردي وجميل ورائع ومتقدم أبدا يعني لأن الشعب العراقي يعرف هذا والعالم يعرف أن المصورة في العراق مأساوية كارثة كبيرة لذلك هم يريدون أن يعترفوا أن هذا الوضع لذلك قلنا من البداية أن ما قالته الإيكونوميست ليس جديدا علينا نعرفه هم يقولون ما نعرفه لكن ونعيشه ونعيشه نعم نعيشه يريدون أن يقولوا أنه الآن نشوف هذا الموضوع بس هذا مو ذنبنا هذا ذنب الذين يحكمون هؤلاء الميليشيات هؤلاء سراق لم يستطعوا أن يفتهموا لذلك لم يطبقوا الديمقراطية التي جئنا بها لهم هذه الهدية الكبيرة التي جئنا بهم لا يقولون أن مشروع الاحتلال هو مشروع قاتل ومدمر ومخرب وهو الذي خرب البلد هذه لا يعترفون بها هذا أصل كل الحكاية واصل كل لا فيها تغيير ولا فيها رؤية جديدة لتغيير العراق والنهوض بالعراق هم أرادوا أن يصل العراق إلى هذا المستوى فعلا لذلك لم يرتكبوا أخطاء وما تحدثت عنه أستاذة هبق قبل قليل قالت أشبه بفوضى هذه هم صنعوها لذلك تحدثت كونديليزا رايز عن ما يسمى بالفوضى الخلاقة إذا ما واجهنا هذه الفوضى علينا أن نصبر نتحمل هذه الفوضى لأنها ستصنع لنا شيئا جديدا مبدعا جميلا ومبدعا وجميلا وعلينا أن نتحمل هذه الفوضى 20 سنة تحملنا الفوضى تحملها 20 سنة 40 سنة 50 سنة لغة لأنه ستفضي إلى شيء جميل هذه هي الكذبة الكبيرة ستبع أيضا التقرير يتحدث أن العراق قد تحول إلى أرض للعصابات ولميليشيات وموطأ قدم للميليشيات تعيث فيها وبوش عندما احتل العراق قال العراق الآن أصبح جبهة متقدمة للحرب على الإرهاب ويوما قبل عشر سنوات قال المالكي قال الميليشيات أخطر من القاعدة الميليشيات أخطر من الإرهاب كيف أمريكا حولت العراق وهي التي جاءت لصنع نموذج الديمقراطية تحول إلى أرض للعصابات والإرهاب والميليشيات والميليشيات كما قال المالكي أخطر حتى من الإرهاب دعنا نتفق على نقطة جدا مهمة أنه بعد الغزو الأمريكي للعراق وبعد الموافقة الدولية على الغزو الأمريكي للعراق تم تسليم العراق إلى إيران على طبق من ذهب العراق بعد سنة 2003 أصبح بوجود الجغرافي الموجود بالجغرافية السياسية التي يتمتع بها العراق أصبح جزء من خطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط لاعب لكن ليس هو اللاعب الرئيسي والأساسي وإنما هو المكان الذي يتم من خلاله الانطلاق الأولى لإعادة هندسة وصياغة وترتيب لمنطقة الشرق الأوسط الجديدة نحن الآن على خطوة من تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط تغييرات كبيرة تطال منطقة الشرق الأوسط كل مناطق الشرق الأوسط الآن تعاني من أزمات داخلية كلها تعاني من انهيارات داخلية بعض الأزمات الداخلية مكشوفة مثل الأزمات التي يعاني منها العراق مثلا أن العراق الآن هو دولة فاشلة يشبه في وضع والسيناريو الموجود الآن ما يعاني من عنده لبنان ويشبه إلى حد كبير ما يعاني من عنده سوريا ويشبه إلى حد كبير ما تعاني من عندها مصر ويشبه إلى وربما السودان تكون هي المحطة الأخرى التي سوف تلحق بركب الدول المنهارة أو التي هي على وشك الانهيار لذلك العراق هو فعلا ساحة مفتوحة لأنه أصبح هو الملاذ الآمن لتطبيق هذه الأجندات الأقليمية ولتطبيق هذه الأجندات الدولية العراق الآن هو أداة للمنطقة الأقليمية وهو أداة للمنطقة الدولية ليعادة ترتيب ميزان القوى الأقليمي والدولي أما أن العراق يعمل لأجل العراق نفسه ولأجل مصلحة العراق لا العراق طلع من هذه الحلقة هذه الحلقة العراق انتهى من عدها الآن العراق هو في ساحة فعلا فعلا هو خرج من كون دولة العراق الآن هو ساحة لتطبيق هذه الأجندات الخارجية ساحة لتبويض الأموال لغسيل الأموال للإتجار بالبشر وللكثير من الأمور الأخرى التي لا أود المجيء على ذكرها والتي حضرتك تعرفها والدكتور الرافع يعرفها والشعب العراقي كلهم يعوها الآن ما يجري في العراق الآن ونحن قادمين على الأسوأ والأسوأ قادمون على الأسوأ لأن العراق دورة في هذه المرحلة أن يقوم بهذا الدور بالإضافة لذلك ما ذكره الدكتور الرافع جدا نقطة مهمة أنه المراكز البحوث ربما تكتب تقارير وربما تعترف بأنه هناك أزمة داخلية فوضى يعاني من عندها العراق لكن هذه الكتابات وهذه الاعترافات هي ليست من أجل خطوة كخطوة أولية للتغيير لا 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 توجد هناك خطوة أولية للتغيير العراق يراد له أن يكون بهذه الطريقة يراد له أن يكون أرض خصبة لمثل هذه الفوضى وليحتضان مثل هكذا ميليشيات ولأنظمة اللا دولة لتطبيق أجندات إقليمية ودولية أيضا بالأسف دكتور التقرير أيضا أتى على هذا الصراع المحتدم بين زعماء الميليشيات وفرق الموت وتحدث أن هؤلاء يتقاتلون في العلن بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية والأيدلوجية الحقيقة هؤلاء تقاتلوا وسالت بينهم دماء كثيرة وإطلاق رصاص وهناك قتل وهناك تغييب وهناك ملاحقات واقتيالات كيف هذا الصراع ليس حقيقيا وإنما في العلن أو شكليا أو ليس بالعمق الذي قد يتصوره البعض أيعقل؟ يعقل جدا هم كلهم يعملون ضمن منظومة واحدة هذه المنظومة مقسمة لمساحات معينة فيها لكل فصيل لكل جهة لكل حزب لكل قوى من قوى العملية السياسية هيمنة على منطقة معينة اقتصاديا وسياسيا وسميه ما شئت المهم مكاسب يحصلون منها مكاسب قد يتنافسوا فيما بينهم قد يدفع بعضهم بعض باتجاه توسيع مساحة هذا الطرف توسيع مساحة ذاك الطرف تبعا لزيادة قوته تبعا لزيادة ميليشياته والسلاح اللي بيده ويستطيع أن يتحرك بهذا الاتجاه ذاك الاتجاه فتسقط بيناتهم يعني يسقطون قتله ويسيل الدم لكن هذا لا يمنع أن المصالح باقية مثل ما هي والمصالح الاقتصادية بالذات مصالحهم هذه يجب أن تبقى ومصانع ويعملون مع بعضهم سوى يعني خذ الواقع الاقتصادي في العراق من يتحكم به؟ من يتحكم بمراكز التجارة والاقتصاد والنفط والنفط والدولار وكل شيء والأعمال والمهن من يتحكم بها؟ كل هذه الأحزاب موزعة فيما بينه هم يشتمون بعضهم على نم في الإعلام لكن وهقع الحال يعملون مع بعضهم أعطيك مثالا خطوط الجوية العراقية كانت يعني واحدة من أول خطوط الجوية العراقية التي خطوط الجوية العربية التي أسست في العالم العربي وكان لها صيطها وكان لها شيء رائع والعالم كله يمتدحها الآن وين وصلت للحظيمة؟ لأن هذه القوى الميليشيائية لديها طائرات ولديها قوى يجب أن تسقط هذه وترتفع هذه وتسأل أنت هذه الشركات لمن تعود ستجدها تعود إلى مختلفين فيما بينهم بالعلن لكن هم متشاركين في هذه الشركات ويعملوا فيها وخذ النفط ويخذ كل ما يدعو حتى الدولار حتى البنوك هذه هي طبيعة هذه القوى دكتور حلينا نكمل الطبيعة بعد الفاصل بالإذن من الضيفين الكريمين دكتور رافع والأستاذة هبة الفدعم والمشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود ليكمل النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم ما ندري ها صار لهم أربع سين ما ندري هم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث الحلقة في التقرير الاستقصائي لمجلة تيكونوميست عن العراق وكيف تحول إلى أرض العصابات والميليشيات وأن النظام الموجود فيه مسرحية لديمقراطية وليس ديمقراطية حقيقية ضيفات طاولة دكتور رافى الفلاحي والأستاذة هبل فدعم دكتور قبل فاتح كنا نتحدث عن طبيعة هذه القوى وطبيعة الصراع بينها نعم سأعطيك مثالا آخرا لتخادمهم فيما بينهم هم يتخادمون فيما بينهم بالاقتصاد قد يتصارعون سياسيا كما يبدوا على السطح لكن واقع الحال غير شكل هم يعرفون أنه وجودهم مع بعضهم هو الذي يضمن لهم استمرار مكاسبهم وقدرتهم على الهيمن على كل شيء خط نفط يمتد في أي منطقة يمر في مناطق كثيرة هذه المناطق موزعة جغرافية لميليشيات معينة فيجب أن تتعاون هذه الميليشيات فيما بينها ومن هو أعلى من الميليشيات الذي يأمر هذه الميليشيات يجب أن يتعاونوا فيما بينهم ويتراضوا بالأموال لكي تمر هذه الأنابيب في هذه الأراضي التي يحكمونها بشكل سلس وهذا ما يحصل حتى الطرق التي تمر بها البضائع السيارات كل التجارة التي تمر بها هذه محكومة وفق ضوابط جغرافية لهذه الميليشيات وطلق الميليشيات حسب انتقال من منطقة إلى منطقة فيجب أن يتعاونوا لأنهم يعرفون أنه الفوائد يجب أن توزع الحصص يجب أن توزع لذلك يعني وحتى في الأسواق في التجارة التجارة الخارجية والداخلية في التصدير والاستيراد وكل شيء كل هذا محسوب وأنت خذ الوظائف ما يسمى بالمؤسسات في الدولة ستجد أنه الوظائف المدراء العامي للكتلة الفلانية وظائف وكلاء الوزارات للكتلة الفلانية فبالتالي أنت تعمل في وزارة واحدة كل هذه الكتلة الحزبية التي تدعي أنها متصارعة ولا تقبل وترفض هي متعاونة فيما بينها لبقاء هذا الهيكل ثابت وواقف على الأرض هكذا هكذا هي منظومة اللصوصية تتعاونون فيما بينهم لكي يسرقوا أكثر لكي تبقى السرقة في أحضانهم هذا الفكر اللصوصي هو الذي يحكم القضية أما على السطح هذا سطح السفينة الذي نراه ونحن صراعات سياسية واحد يجتمل له في الإعلام الكثير منهم يدعون أنهم ضد الفساد كل اللي يخرجون بالفضائيات طيب أنت تسأل نفسك طيب من الفاسد إذا كانوا هؤلاء كلهم يشتمون الفساد يشتمون التبعية طيب منه جعل العراق تبع لإيران كلهم يشتمون الميليشيات طيب هاي الميليشيات ما لتمن رمطني بداية هونسل هو هذا الموضوع كله ستبع أيضا التقرير يتحدث الحقيقة وأنقل عنه يعني حتى فقط يعني اقتباسا يقول النخبة هي التي تتقاسم الغناء في العراق لا يوجد فيهم رجال شرفاء هذا بالنص مو من عندي والعراق موطئ للميليشيات وهناك أجنحة سياسية الميليشية تملك جناح سياسي أو الجناح السياسي يملك ميليشية الأمر سيان وإمبراطوريات تجارية مع العلم الدستور الموجود الذي كتب بعد عام 2003 يمنع تكون الميليشيات يمنع الميليشيات أو أجنحات تشترك فيها الانتخابات وأيضا وجود هناك يعني عدة جهات للنزاهة والملاحقة وملاحقة الفساد وحكومة السوداني حربها الآن على الفساد كيف هذه الامبراطوريات التجارية مستمرة وكيف الأحزاب السياسية تملك ميليشيات والدستور يحضر مثل هذا الأمر لا هو الدستور أستاذ ماجد الدستور ولا حتى هو القانون هناك تفسير مطاط واسع لهذا الدستور ولا القانون هناك كثير من الثغرات التي يمكن من خلالها أن يتم جعل هذه الميليشيات وجودها قانوني مثلا مثلا عن طريق محاربة الأحزاب على سبيل المثال السبب الرئيسي والأساسي الذي تم من خلالها إنشاء هذه الميليشيات ووجود وخلق هذه الميليشيات هو من أجل محاربة الأرهاب ودائما دائما كل ما يأتي الذكر على الميليشيات وكل ما يأتي الذكر على الأجنحة العسكرية الغير مرتبطة بالدولة دائما ما تثار هناك هجمات للأرهاب مثلا على الحدود العراقية أو هناك تم عمليات وتتبناها جهات إرهابية فدائما ما هناك أسباب تؤدي إلى شرعية وجود الميليشيات اللي موجودة الآن في العراق أما أنه تأتي هذه الميليشيات بعكس ما كتب في الدستور هو بالتأكيد لو إحنا طبقنا الدستور حرفيا فهي مخالفة لمبادئ الدستور لكن مثل ما قلت سابقا الدستور تم تفسيره بشكل مطاط وواسع وبالمناسبة الدستور في كثير من الخلل وفي الكثير من الثغرات وتكلمنا عن هذا سابقا بالنسبة للجهات العسكرية اللي موجودة اللي مرتبطة بأحزاب سياسية هذا شيء واضح وجليل فقط يعني إحنا مو دا نسمع من مجلة الإيكونوميس أو دا نسمع من المراكز البحوث أو إنه إحنا اتفاجأنا بسماء هذا الشيء لا هذا الشيء العراقي عيشه الإنسان العراقي العادي البسيط اللي هو بعيد عن السياسة وبعيد عن المواضيع السياسية وما يدر في العراق يعي هذا الحقيقة ومؤمن بها أيضا الحقيقة الأساسية اللي موجودين داخل هذه العملية السياسية تجذروا وتوغلوا إلى العمق وأنشأوا إمبراطورية تابعة لهم أستاذ ماجر وجودهم اللي موجود في العراق هو ليس فقط مدعوم من قبل قواهم التي أنشأوها داخل العراق لا هو تم إسنادها أيضا إلى قوى أقليمية داعمة لهم ما نريد نسمي إحنا قوى الأقليمية الشعب العراق كلهم يعرفون هذه القوى الأقليمية من تقف وراءهم وما هي الارتباطات التي موجودة ما بين الميليشيات وما بين الفصائل المسلحة وما بين القوى الأقليمية بالإضافة إلى إيران إيران هي طبعا الدعم الأساسي والرئيسي لهذه القوى المسلحة والميليشيات لكن هناك أيضا دول أخرى مرتبطة بهذه الميليشيات وبهذه القوى المسلحة وبهذه الأحزاب التي موجودة داخل العراق هناك مصلحة متبادلة ما بين هذه القوى الأقليمية وما بين القوى السياسية التي موجودة داخل العراق القوى السياسية داخل العراق لا تعمل فقط من أجل مصلحة العراق تعمل من أجل مصلحة أقليمية ومن أجل مصلحة دولية ذكرتها سابقاً هناك خلل في ميزان القوى الآن في منطقة الشرق الأوسط صراع على إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط ليس في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم ككل الحرب الروسية الأوكرانية جعلت العالم أو وضعت العالم في مشهد مختلف تماماً عن المشهد الذي سبق الحرب الروسية الأوكرانية ميزان القوى العالمي أيضا في مرحلة تغيير وفي مرحلة تبديل ربما بالمستقبل القادم دكتور رفع أيضا التقرير أتى على قضية الفساد والمافيات وكيف يجبر الموظفون الحكوميون على الانصياع والرضوخ للميليشيات والعبارة جاهزة إذا لم توقع على هذا العقل سوف تغادر العراق ميتا ووصولا إلى سلقة القرن التي سرق فيها أكثر من مليارين ونصف المليار دولار يقول أن هذه الأموال نقلت في شاحنات في وضح النهار بلا خوف أو وجل والموافقة على هذا السحب تم من قبل كبار المسؤولين الحكوميين والقضية غير متعلقة بثلة فاسدين يعني غير معروفين من الصفوف المتأخرة موظفين فاسدين كبار المسؤولين يتحدث يتوقعوا على هذا السحب وخرجت بشاحنات في وضح النهار القضية كلها طبيعية في بلد مثل العراق يعني عندما تنظر إلى بلد من عام 2003 لحد الآن 20 سنة مضت وارداتها من النفط أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار وبلد خرب مدمر ما بي مستشفى يمكن أن يتعالج بها الناس ما بي بنى تحتية كل البنى التحتية تسبق هذا التاريخ ما بي مدارس ما بي طرق جيدة كل شيء ما بيه هذا البلد طيب هذه الأموال وين ذهبت؟ البعض يتحدث يقول لك هذه الأموال لو كنت تبني بها يعني أربع خمس مرات عراق جديد بشكل مبهر للآخرين هذه المبالغ اللي صرفت أكثر من 1500 مليار دولار ذهبت هو البلد يعاني الآن بـ 13 مليون تحت خط الفقر تسع ملايين أمي بعد ما كان البلد مبي أمية خراب دمار مستشفى الصحة تعليم أسوأ ما يمكن جامعات أسوأ ما يمكن طيب هذا من اللي سرق هذه الأموال وين راحت هذه الأموال كيف ذهبت هذه الأموال؟ قضية سرقة القرن ربما واحدة صغيرة من كل هذه القصص الكبيرة للفساد الفساد أكبر بكثير ربما يعني حتى قضية سرقة القرن أنا أعتقد هم يريدون يلهون بها لكي ننسى كل المبالغ التي سرقت ترليون دولار من خلال عشرين سنة هذه القضية المبلغ أكبر من هذا بكثير لكن يريدون يشغلون بمليارين ونصف رغم من مبلغ كبير جدا جدا هذا يعني مبلغ مثير ومبلغ غير معقول لكن من من المسؤول عن هذا؟ لذلك نقل هذه المبالغ مسؤولين نعم هي المبالغ التي يعني في عهد المالكي ثمان سنوات يتحدثون عن 350 مليار دولار لا يعرفون أين مصير ذهبت وين ذهبت هذه؟ الآن يعني تهريب الدولار وين يذهب؟ هذا كله لإيران من يهربه؟ يعني يهربوا بس ميليشيات ما هي الميليشيات هي التي أساس الحكومة هي التي التي أقامت الحكومات طيب ما هي الحكومات هذه مكونة من شخصيات سياسية تمتلك ميليشيات كل هذه الأحزاب لديها ميليشيات واللي ما عنده ميليشيات هذا يعني لا يستوي شيئا ما عنده قوة فهذه كل القوى كلها لديها ميليشيات وكلها تتحكم بهذا الموضوع إذن السرقة أنت تتم بشاحنات ووضح النهار وبتوقيعات منه طبيعي جداً ولا كيف يمكن أن حصلت هذه؟ ذلكم يتحدثون يقولون سبع ميليشيات رئيسية اشتركت في هذه بالتحقيق ما الإيكونوميست اشتركت في سرقة القرن من هذه السبع ميليشيات هي القوى الأساسية الأحزاب الأساسية التي تحكم العراق هي هذه المكونة الأساسية في العملية السياسية هذا واقع الحال فبالتالي سرق مو الشعب هذا الشعب الذي يعاني وما عندك أهرباء وما عندك كذا يتحدثون عن أكثر من 81 مليار لحد 2020 يقولون صرفنا 81 مليون دولار على الكارباء والكارباء 18 ساعة مقطوعة طيب وين ذهبت هذه؟ هذه كلها موال هذه كلها سرقت العامري عندما كان وزيراً يطالب بسفن وزير النقل وزير النقل عندما كان وزيراً للنقل هذه العامري سفن ويصرفون إلى مليار معرف مليارين دولار والسفن ما تجي هذه وين راحت الفلوس؟ نقلت أيضاً نفس الشيء في شاحناته أمام أنظر العالم وبقوة السلاح هذا الموضوع لذلك العراق بلد عصابات بلد مفكك وهو المطلوب هو هذا المطلوب أن يصل العراق إلى هذا المستوى لأنه أنت تسأل وأنا أسأل هي ما غاية هذا الاحتلال؟ يعني وين وصل هنا؟ وصل هنا لهذا الموضوع نعم ستبع أيضاً المجلة تقول أن ما يجي في العراق يعني مسرحية للديمقراطية وليس نظاماً ديمقراطياً حقيقياً الحقيقة أهل الديمقراطية اللي بالعراق والديمقراطيين الجدد أيضاً يقولون مثل هذه التقييمات تقييمات متطرفة ومتحاملة على الديمقراطية يعني هم لا ينكرون أن الديمقراطية في العراق تعتريها الكثير من السلبيات من النواقص من الهنات لكن في النهاية نظام ديمقراطي في طور النضوج وبالنهاية أيضاً ليس هناك من نظام ديمقراطي مثالي طبعاً هذا وجهة نظرهم دام كل شاني طبعاً أكيد أستاذ هو حتى الديمقراطية مفهوم الديمقراطية هو مفهوم بصراحة مفهوم حمال أوجه هذا المفهوم ولا يطبق بشكل حتى الدول التي تروج للديمقراطية والتي تنادي للديمقراطية والتي تدعي أنها تمارس الديمقراطية هناك قيود وهناك مساحة لهذه الديمقراطية حتى تمارس يعني وهناك لغض كبير جداً جداً في المجتمع العراقي ما بين الديمقراطية وما بين الحرية المفرطة التي هي أقرب إلى الفوضى التي منحت إلى الشعب العراقي بعد 2003 الغرب أو المجتمع الدولي يرى أن الشعب العراقي منح ديمقراطية الديمقراطية هذه تتمثل بالانتخابات التي تجري كل أربع سنوات تتمثل بالحرية بالتقديم والترشيح لهذه الانتخابات تتمثل بالتعددية التي يستطيع من خلالها الجميع عندما تتواصل فيهم كل المقاومات أن يتقدموا الانتخابات أن تتم هذه تكون ممكنة ومتاحة لهم إذن هم يعتبرون أنهم قدموا ونجحوا في هذه النقطة النقطة التي لم يتم النجح فيها أو التي تم إخفاق الديمقراطية فيها هو أنه الشعب العراقي لم يستعمل هذه الأدات وهي الديمقراطية التي منحت بعد 2003 للشعب العراقي لم يستعملها بالطريقة الصحيحة هو هذا دائما ما يتم التحجج بهذه بالديمقراطية المزيفة الديمقراطية مزيفة طبعا ديمقراطية مزيفة لأنه يتم دائما إعادة انتخاب نفس الشخص ونفس الكتل الحزبية ونفس الجهات التي تم انتخابها سابقة لذلك هم يعتبرون أنه الديمقراطية هي مجرد حلقة مفرغة داخل العراق إحنا قدمنا لكم ديمقراطية لكنكم لم تمارسوا ديمقراطية بشكل صحيح هذا ما يتم دائما الحديث عنه أنه الشعب العراق قبل 2003 لم يكن يتمثى بديمقراطية بعد 2003 إحنا قدمنا لكم كل الأدوات التي تساعدكم على تطبيق الديمقراطية يلا روفوا مارسوا الديمقراطية عن طريق الانتخابات أما إذا انتخبتم أنتو الشخصيات أو الناس اللي لا تمثلكم أنتو باعتبار أنه الشعب هو مصدر وأساس هذه السلطات هذه مشكلة الشعب إذن الشعب هو غير مهيئ وكثيرا ما قرأنا مقالات عن هذا المواضي أنه الشعب العراقي كان لي على درجة يعني أحد الحقيقة الأكاديميين المرموقي العرب وكان معنا في هذا البرنامج ينقل أنه الأمريكيين يعتقدون أو يقولون أنه الزمن والوقت كفيل بإنضاج الديمقراطية كلما تقدم الزمن فإن الديمقراطية في العراق ستنضج ويعني ستغادر هذه السلبيات هم هكذا يعتقدون هذه قضية متروكة للزمن والوقت هو الذي هو الضامن لحلها لكن هناك مشكلة أخرى نحن نتحدث عن الديمقراطية وأيضا هناك على الجانب الآخر طبيعة لمجتمع عراقي هم مؤمنين جدا أنه طبيعة المجتمع العراقي تركيبة المجتمع العراقي لم تتعامل مع الديمقراطية بالشكل الذي كانوا يحاولون أو يروجون إلى أنه يتم التعامل مع الديمقراطية بهذا الشكل لذلك دائما ما يتم إلقاء اللوم على المجتمع العراقي وعلى المواطن العراقي أنتوا اللي انتخبتوا هؤلاء الشخصيات أنتوا اللي انتخبتوا هؤلاء الأحزاب أنتوا إذن تعانون ما تعانون لذلك بأما أنه عملية الديمقراطية في مرحلة النبوط في المجتمع العراقي طيب هو المجتمع العراقي من سنة 2003 ولحد الآن هو في حال مواجهة للصراعات والأزمات والكوارث التي لم تمر على أي بلد من البلدان الأخرى طبعا مع احترامنا لكل ما تعانيه الشعوب العربية في المنطقة الآن وأخص بالذكر الشعب السوري الشقيق لكن ما مر على الشعب العراقي من بعد 2003 ولحد الآن من أزمات ومن صراعات داخلية ومن كوارث ومن مشاكل يعني لم تمنح الشعب العراقي فرصة حتى لأن يتعافى ولأن ينبج كمجتمع وأن يتعامل مع هذا المصطلح بالشكل الصحيح يعني الشعب العراقي شعب الآن يعاني من الكثير من المشاكل مشاكل اجتماعية كثيرة هذه المشاكل هي نتيجة للمخرجات التي جاءت بعد 2003 وثلاثة من المشاكل الانتعانة منها المجتمع العراقي حرب أهلية انهيار تحول من نظام أفهم الدولة إلى نظام اللا دولة الذي هو أشبه بالفوضى حرب الأهلية بالعراق بعدها تلتها حرب ضد الأرهاب شكرا دكتور رافع أيضا التقرية تحدث عن دور فائق زيدان ومجلس القضاء الأعلى يتحدث عن هذا الرجل نقلا طبعا عن مسؤول حكومي للتقرير يقول هو ملهم للخوف ولديه القدرة والاستعداد على إخفاء القضايا وحتى أن هذا المسؤول الحكومي نصح بأن يتجنب هذا الرجل لأنه خطير جدا ولديه صلاحيات هائلة إذا كان القضاء تحول أيضا إلى طريقة ميليشيات أو إلى منظمة سرية مرعبة ومخيفة ويفترض أنه في الدول القضاء هو السد الأخير الحصن الأخير إذن المجتمع إلى من يتوجه ويلجأ إذا كان القضاء بها رئيسه بهذه الصفات نعم سيد أرمان يعني دعني قبل هذا وأعرج على قضية بشكل سريع جدا يعني ربما أسهبنا في الحديث عن الديمقراطية والستهبة تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع بشكل واضح وبشكل واسع لكن هم أرادوا من الديمقراطية في العراق أن تختصر في صندوق ما يسمونها الاقتراع هذا وحتى لو قبلنا بهذا في آخر انتخابات جرت 80% من الشعب العراقي وهم يقولون أن الشعب العراقي هو الذي يعني يمارس الديمقراطية بشكل واضح والديمقراطية هي أساسا هي ثقافة والتربية وتعليم وبناء تراكمي وصولا إلى الديمقراطية وإذا كانت في المجتمع أمي كانت خراب هذا كل لا يتناسب مع الديمقراطية الديمقراطية مع الرفاهية وهذا كل عموما هم يقولون أن الشعب العراقي لم يمارس 80% من الشعب العراقي آمن بهذه الدمقراطية لم يذهب الانتخابات كجزء من الديمقراطية لا في هذه ولا التي قبلها ولا التي قبلها 85% من الشعب العراقي لم يشارك في هذه الانتخابات من شاركوا 15% هم ميليشيات وقوى أمنية وهم الذين ونصف من عندهم الأكثر الجهة الأكبر من عندهم انسحبت والذين خسروا هم الذين شكلوا الحكومة والآن الحكومة أمريكا تقول وبريطانيا تقول والدول العربية تقول والمحيط الأقليمي يقول أنها يعني حكومة رائعة ويجب أن يعترفوا بها بالعالم كيف هذا يعني هاي النتاجة الديمقراطية هل هذه نتيجة الديمقراطية ديمقراطية متفردة واضح واضح ديمقراطية يعني على المقاس عموما في قضية القضاء لذلك أنا قلت واحد من كل نظام حكم كل منظومة حكم يجب أن يحتاج إلى قضاء نزيه وكفوء وغير متحزب نحن في العراق ليس لدينا هذا القضاء لدينا متحزب مملشن هناك من يقول أنه مملشن نعم منحاز إلى جهات حاكمة هو ينفذ هو يلوي عنق القوانين لأجل هذه الميليشيات وهذه القوى لأجل السلطة السلطة ماذا تحتاج؟ تحتاج أن يلوى عنق القانون أو القرار الفلاني لصالح هذه السلطة أو تلك السلطة يفعلها هذا القضاء لذلك القضاء لم يعد ساحة يذهب إليها البريء ويذهب إليها المظلوم لكي يطلب يعني العون أبداً يهرب منها لذلك وجدنا حتى في قضايا بسيطة يعني في المشاجرات البسيطة لا يذهبون إلى القضاء يعني نظرات شائرين ومعرف بهذا الشكل إذا المجتمع رجع إلى بدايات تكوينة تكوينة ذهب بعيداً عن المحاكم لأن المحاكم إلى أن تختص في قضايا لها علاقة بقضايا أكبر في صراعات معينة يستطيع أن يعني أعلى أعلى رتبة بالقضاء اللي هو تحدثه عنه وكيف أنه مخيف وكذا لأنه يعني لصالح هذه السلطة يلوي عنقل القوانين لصالح أي سلطة تفيده ولذلك هو باقي في مركزه في مقعده يحافظ على مقعده كل القوانين والقرارات مثل ما يريدون واخذ مثالاً بسيط في عامل 2010 بشكل سريع عندما فازت بغض النظر عن رأينا بهذه الكتلة قائمة علاوي قائمة علاوي فازت أين ذهبوا ذهبوا إلى المحكمة العليا أو المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية لوت عنقل الدستور مثل ما تريد الكتلة التي يريدونها وإذا بهم يعطوها للمالكي وهذا حدث في 2014 وغيرها ويحدث دائماً هكذا الوضع حتى يحدث بصراعاته مع الأكراد بالشمال دائماً ما يستعينون بهذه القوة تلك القوة حتى في قضية النفط وقانون النفط شكراً هذا الوضع لذلك القضاء قضاء جزء من هذه المنظومة الفاسدة في العراق والخاربة مع الأسف الشديد شكراً في اختام هذه الحلقة لضيفينا وهم كل مننا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكانت معنا الباحثة في قضايا الشرق الأوسط الأستاذة هيب الفدعم عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة